الحديث الأهم وهو تحدثنا كذلك في الحلقة الماضية بأن اليوم التأهل إلى الأنمبيات القادمة مرتبط بشكل كبير بالتصنيف وتجميع النقاط من خلال هذه البطولات نتحدث عن مشوار منتخب الملاكمة الآن موجود إلينا في الخطة الموضوعة بطولة العالم في أوزباكستان نعم في هذا العام بالتأكيد كل بطولة حسب حجمها لها نقاط طبع كمية النقاط أعلى مثلا نعم يعني مثلا هذه البطولة فيها نقاط لكن بطولة العالم فيها نقاط أعلى إذا بتجيب فيها مدالية وطبعا أنت كل لاعب يحسب له نقاط على انفراد بالتأكيد طبعا ما في شي جماعية نعم كل لاعب إليه بتأهل بشكل فردي يعني وما فيها تأهلات جماعية يعني فبالتالي أنت لما تحصل على تصنيف أفضل على قارتك آسيا مثلا شو تصنيفك أنت يعني في التصنيف الدولي الماضي كان زياد رقب أربع نعم حسين كان 11 مثلا 12 كان عدي يعني كانوا بجمعوا ما بين الرابع وما بين 32 أو 64 حسب مشاركة اللاعبين وإنجازاتهم وكذا عندك عدة محطات لبتك تصل بعد محطة بطولة العالم القادمة يعني هاي بدك تحسن من أداة تصنيف تبعك حتى أنا كنت تضمن أنه أنا أكون من ضمن المرشحين للمشاركة في العلمبياد طيب خلينا بالتصنيف الآن شو ضايل عندنا بطولة غير بطولة العالم في هذا العام تحديدا هلا هذا العام هذا العام يعني هي بطولة العالم اللي بنختم المشار خمسة بطولة العالم هي التصنيفية بالنسبة للتصنيف يعني الآن هم بعدها في راح يكون يعني على أجندة الاتحاد ما موجود بطولات على أجندة الاتحاد الدولي بكون بطلع الجهاز التدريب على هذه البطولات وبعرف شو محطات المشاركة عنده بس أنت كقمة في التصنيف وبنتك تجيب فيها نتيجة أفضل لبطولة العالم حاليا وانت عندك مجموعة أبطال يعني مشباعين بالخبرة بس كان بنقصهم بعض اللي خلينا نحكي التكتيك الصحيح يعني مثلا عندك عديل هنداوي عديل هنداوي عم بلعب كان مع بطل العالم وبلعب مع بطل البطولة الجاب الذهبية اللي هو اللاعب الروسي فعن بلعب جولة الأولى انتهت اثنين ثلاثة لصالح الروس اوكي يعني مبتقاربة اثنين ثلاثة المفروض انه الجولة الثانية والثالثة يعزز الاسلوب نفسه اللي كان بلعب فيه عدي ويكمل فيه بس اللي فاجأنا انه عديل غير اسلوبه يعني بدلما كان يلعب يتحرك على الأطراف ويلعب من بعيد ويقتنس ويرجع واللي كانت جايبة معاها نتيجة كويسة بالجولة الأولى الجولة الثانية والثالثة يعني اضطرنا الهجوم بدي عوض الفارق وهذا عقل غلط لانه بعمل لك الخصب بعمل لك مصايد وهو اللي بقتلصك فهذا اللي صار فتراجعت نقاطه بالجولة الثانية والثالثة بشكل كبير حتى انه تحصل على عدتين في الجولة الأخيرة مثلا اليوم بعد انتهاء هذه البطولة يوم أمس هل التصنيف يصدر مباشرة لكل لاعب يكون مطلع وعارف سواء اللاعب الاتحاد عن تصنيف اللاعب اين وصل قال له الاتحاد يلو موعد في يعني اصدار التصنيفات يعني اه بس يخلصوا البطولات بين فترة وفترة تلاقي عن بطلع لك تصنيف تبعكم يعني اكيد بعد البطولة هاي بتلع تصنيف بعد بطولة العالم بتلع تصنيف يعني بعد المحطات الرئيسية قبل البطولة زياد عشاش كم كان تصنيفه رابع رابع اليوم مع هذه الذهبية ممكن ان يتقدم الان مع ذهبية اكيد تقدم اكيد تقدم يعني لانه شاركوا في البطولة اسيويين وافريقيين واوروبيين وابريكيين يعني كل الدول شاركت فبالتالي تصنيفه العالمي بده يتحسن على الرابع الان رح ننتظر رح يكون فيه لتصنيف جديد اكيد اقل من رابع ترجمة نانسي قنقر